السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حديثنا عن التحولات الكبرى في النظام الرياضي ورؤيتنا للمستقبل طبعا خلال السنوات الماضية حصلت طفرة كبيرة في هذه المنظمات الرياضية كنا نتعامل مع منظمات رياضية حكومية مثل وزارات أو هيئات أو مؤسسات على اختلاف مسمياتها اليوم نتحدث عن اتحادات عن جمعيات عن حتى لجان تدير ألعاب مختلفة ومتخصصة اليوم دخل أيضا القطاع الخاص بنوعية الشركات بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية أو الجمعيات ذات النفر العام أو الجمعيات التطوعية كذلك توسع إطار ونطاق اهتمام هذه المنظمات الرياضية يعني يمكن تكون لعبة كرة القدم على سبيل المثال الأول كان فيه نسمع عن كاس العالم بطولات كاس العالم بطولات القارات اليوم نتحدث عن بطولات تشمل مختلف المراحل السنية وبطولات دولية كوس عالم ليس فقط للرجال وكذلك السيدات نتحدث عن أيضا تنوع كرة القدم بين كرة القدم الشاطئية التي أصار لها مكانة عن مستوى العالم كرة قدم الصالات وكذلك أيضا نوعية المراحل والفئات السنية التي تخدمها مثل هذه المسابقات في ذات الدول نفسها اليوم في بعض الالتحادات الوطنية يمكن تكون أعداد المباريات التي تلعب في العام الواحد أو في الموسم الواحد تصل إلى عشرة آلاف مباراة تقريبا على اختلاف طبعا مسمياتها هذا توسع كبير ولو أتينا إلى مشهد آخر من ضمن المشاهد الموجودة نشوف مثلا رياضة المعاقين أو دول الإعاقة أو أصحاب الهمة نشوف كان في نوع واحد شاهد اليوم يمكن خمس اتحادات موجودة على مستوى العالم من الانبياد الخاص ودول الإعاقة وخلافه على اختلاف طبعا الإعاقات هذا التوسع الكبير في الشكل والمضمون الذي تقدمه هذه المنظمات الرياضية خلق نوع من التحدي لكيفية وجود علاقة سليمة وصحيحة ويستفاد منها على مستوى عالي هنا قاعدة إدارية أساسية ومسلمة يمكن تكون وهي ما لا تستطيع قياسه لا تستطيع إدارته من هذا المنطلق يجب أن يكون النظام الرياضي واضح يجب أن يكون النظام الرياضي له أثر في المجتمع بشكل ملموس نحن نتحدث عن قطاعات يمكن قطاع الصحة قطاع الجانب الاجتماعي القطاع الاجتماعي القطاع الاقتصادي نرى ونلمس في إسهام محدود وواضح وبرقم معين في الناتج المحلي لأي دولة من الدول عدل الجانب الرياضي في منطقتنا العربية لماذا؟ وإلى أي مدى ممكن أن يكون هذا الإسهام واضح من خلال البرامج وكذلك من خلال العائد أو الوفر الذي ممكن أن يطرح أو نستطيع أن وفره من خلال هذه البرامج والمبادرات السليمة يمكن تجربتنا تكون بسيطة ومتواضعة إذا كانت كذلك فمن الممكن أن نستعين في بيوت خبرة شركات متخصصة من الممكن أن تعطينا هذه القراءة وفق المعادلة المتعارف عليها كندا اليابان الولايات المتحدة الأمريكية بريطانيا لديها الأرقام واضحة ولديها الممارسات واضحة عدا طبعا منطقتنا العربية ومن هذا المنطلق نطرح فكرة أهمية وضوح العلاقة بين المنظمات الرياضية غالبا ما تكون هناك اختناقات في دور المؤسسة الرياضية الحكومية وفي دور اللجانة الأولمبية هناك اختناقات في فرضية تسيير الرياضة من خلال القطاع الخاص والرسوم والضرائب التي تفرض عليها مقابل محدودية طاق الحراك في الجمعيات التي تخدم الرياضة التطوعية نشوفها منتشرة بشكل كبير في دول العالم في الوطن العربي ما زال طبعا دورها محدود وإن وجدت في بعض الدول إلا أن اسهامها أيضا يعني محدود إلى حد ما هناك تجارب جيدة وناضجة في شكل العلاقة في النظام الرياضي بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي والقطاع الخاص علاقة جدا نموذجية ومثالية وشكل واضح ممكن أن نشوفها ونستفيد منها على مستوى الوطن العربي نتحدث عن إيرلندا نتحدث عن بريطانيا نتحدث عن زمبابوي هذه الدولة الأفريقية التي لديها أيضا هيكلية واضحة للرياضة وإسهاماتها نتحدث عن تجارب طورت من الصين وحققت من خلالها الصين قفزة نوعية في المجال الرياضي لا نريد الإسهاب نريد بطرحنا مثل هذه المواضيع أن نفتح أو نفتح أفاق جديدة للمستقبل الرياضي الموعود شكرا لكم وإلى اللقاء